بسم الله الرحمن الرحيم محزبة التكاليف والإدارية 2 تابع الواحدة الخمسة الموازنة المرنة وتحليل الانحرافات تحليل انحرافات التكاليف الإضافية الصناعية غير المباشرة Variance Analysis of Overheat Costs يعتمد التحليل على نوع الموازنة المستخدم فيه نوعين من موازنة فيه موازنة ثبتة أو سكنة وفيه موازنة مرنة قبل ما ناخد الفرق بين الموازنتين عايزين نشوف مقارنة ما بين نظام التكاليف المعيارية ونظام الموازنات ان اسلوب التكاليف المعيارية المطبق للرقابة على التكاليف المباشرة التكاليف المباشرة هي مين؟ مواد مباشرة وأجور مباشرة النظام ده هو النظام التكاليف المعيارية لا يصلح كاداه للرقابة على التكاليف الصناعية غير الموشل للأسباب التالية تعدد بنود التكاليف الصناعية غير المباشرة وصغر كل بند منها لا يبرر إنشاء نظام رقابي مستقل لكل بند رقم 2 صعوبة تخصيص عناصر التكاليف الصناعية الإضافية لمنتجات أو ختمات أو عمليات معينة 3 عدم انتظام سلوك هذه العناصر فبعضها متغير وبعضها ثابت يبقى هم دول الثلاث أسباب تعدد البنود بتاعت التكاليف الصناعية غير المباشرة صعوبة التخصيص وعدم انتظام السلوك الخاص بها دول الثلاث أسباب اللي خلوا التكاليف المعيرية متنفعش كأداة للرقابة على التكاليف الصناعية غير المباشرة لذلك فإن رقابة التكاليف الصناعية إضافية تتم عن طريق الموازنة التقديرية للتكاليف الإضافية للأقسام مقارنة بين الموازنة الثابتة أو السكنة والموازنة المرنة الموازنة الثابتة أو السكنة Fixed or Static Budget تفترض مستوى نشاط واحد وتقدير واحد للتكاليف دي مهم جدا يبقى الموازنة الثابتة أو السكنة Fixed or Static Budget بتفترض مستوى نشاط واحد وبالتالي تقدير واحد لمين للتكاليف كما تفترض تساوى حجم الإنتاج مع حجم المبعات أن المنشأة تنتج منتج واحد الاعتماد على مستوى الأداء الماضي للمنشأة والظروف الاقتصادية المحيطة أربعة نصيب المنشأة المحتمل في السلوب يكون ثابت الموازنة المارنة Flexible Budget تفترض عدة مستويات للنشاط وعدة تقديرات للتكاليف الإضافية فتقديرات مختلفة لعناصر التكاليف الإضافية تقابل عدد من أحجام الإنتاج المتوقعة لذلك إذا كان حجم الإنتاج الفعلي يقع داخل التقديرات يمكن مقارنة التكلفة المعيرية للإنتاج الفعلي مع التكلفة الفعلي ولكن في بعض الأحيان لا يقع حجم الإنتاج الفعلي ضمن أحد المستويات التقديرية هنا يتم تقدير التكاليف عند حجم الإنتاج الفعلي تحليل انحرافات التكاليف الإضافية في ظل الموازنة المارنة Variance Analysis of Overheat Costs In Flexible Budget تحليل انحرافات التكاليف الإضافية في ظل الموازنة المارنة في تحليل شامل وفي تحليل تفصيلي التحليل الشامل يقوم على إعداد الإنحرافات بصورة مجمعة للتكاليف المطايرة والثابتة معا لكن التفصيلي يقوم على إعداد الإنحرافات للتكاليف المطايرة وحدها والثابتة إيه وحدها دي بعمل لها تحليل سناي وتحليل سلاسي أما التفصيلي بعمل انحراف انفاق للتكاليف المطايرة وانحراف كفاءة للتكاليف المطايرة هنا بعمل انحراف انفاق للتكاليف الثابتة وانحراف حجم للتكاليف الثابت